يفرون هائمين على وجوههم ليغرقوا في موجة النزوح الجماعي التي سبقهم إلى مكابدة مشقاتها مئات الأهالي تهجير قصري وتفجير لمنازل مواطن قرية التبيشعة بتاعز بلغت حتى الآن بحسب مصادر مؤكدة سبعة منازل سيطرة الميليشيا على هذه المساحة من الريف أتت بعد أربعة أشهر من الحصار الذي بدأ تدريجيا وأطبق كليا منذ شهر ونصف إلى جانب القصف المستمر على قرى بلاد الوافي أكبر عزل مديرية جبل حبشي أكثر من خمسين يوما منذ قطعة الميليشيا جميع الخطوط الفرعية التي تربط القرية بالخطوط الإسفلتية الرئيسية عانى خلالها المواطنون أوضاعا معيشية صعبة بسبب صعوبة نقل المواد الغذائية واستحالة الحصول على رعاية صحية في قرية تفتقل لوجود مركز صحي واحد اضطر خلالها المواطنون لاستخدام طرق جبالية واحرة عرضتهم للكثير من المخاطر في ظل غياب الدور الحكومي وأي جهود إغاثية من المنظمات الإنسانية هنا في ريف تاعز تتفاقم معاناة المهجرين معيشيا وإنسانيا وحتى نفسيا فالنازحون يواجهون ندرة في مياه الشرب والأدوية ويحذر أطباء من احتمال إصابة الأطفال الذين يشكلون نصف عدد النازحين في المخيمات ومناطق التهجير للجفاف ما يعرضهم لخطر الوفاة التهجير القسري لسكان ريف تاعز وتدمير ممتلكاتهم غائب عن تقارير المنظمات الدولية إلا من بعض التقارير المحلية وما سجلته اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاءة انتهاكات حقوق الإنسان